السلام عليكم اهلا بكم طريقة حفظ فيديو من تطبيق فيفا كات او كاب كات لاتنين نفس الاسلوب وغالبا كل تطبيقات المونتاج نفس طريقة الحفظ بتبقى واحدة تمام نفترض ان ده الفيديو اللي احنا استخدمناه طيب ازاي شو في الطريقة الاول كنا نطلع تضغط هنا علشان تضيف اي فيديو انت عايزه تمام وفي فيديوهات في الاسفل لو انت اشتغلت عليها قديما بتكون عندك هنا الان ده الفيديو اللي احنا عايزين نحفظه يكون عندك هنا في الاعلى علامة سهم او كلمة تصدير لو كلمة تصدير او كلمة سهم علامة سهم او كلمة حفظ ودي الصيغة اللي انت عايز تحفظه بها مضغط عليها بيكون عندك صيغة سبعمائة وعشرين او الف وتمانين دي الاتش دي دي في الكاب كات تضغط على السهم الفيفا كات بيكون عندك كلمة تصدير بتضغط عليها وبيظهر لك الجودة بتختار اعلى جودة تمام وزي ما احنا شايفين جاري تصدير الفيديو تضغط على تم وكده تم حفظ الفيديو في الستوديو روح في الستوديو يكون عندك الفيديو يارب يكون الشرح افادكم